فضيحة بكل المقاييس تلك التي كشفت عورة بعض المواقع الإخبارية لا سيما منها المعروفة أو المتبجحة بكونها رائدة في المغرب ليطرح السؤال ما طبيعة الرياضة فهل لها أن تتحدث عن شخصية السنة مثلا أو أبرز النكبات وأهم الأحداث دون أن تكون موضوعية وتتطرق لغلطة عمرها في قتل فنان معروف وتسئ إليه أولا ثم لعائلته الصغيرة ولعائلته الكبيرة يتعلق الأمر هنا بالخبر الفاجعة الوفاة الغير الحقيقية للفنان الكبير عبدالقادر مطاع الخبر غير المنتمي للأجناش الصحفي البتة الخالي من أبجديات كيف وأين ومتى ولماذا لا يستند على مرجع واضح ولا على مصدر يعزز القيمته فقد نشر خبر وفاة الفنان عبدالقادر مطاع طال الله عمره بداية عبر صفحات فيسبوكية غدته تدوينة بعض الوجوه المعروفة أبرزها صفحة رشيد العلالي وبعده بقليل سقطت كبريات المواقع لإشارة بكل غباء دون ما العود إلى الاشتغال على المادة أو ربط الاتصال بأعضاء نقبة الفنانين أو إذا تعذر الأمر تصخير جيش المرسلين المتواجدين بالدار البيضاء وقرب مسكن الممثل لتأكيد ما جاء به الكتاب المقدس بعد الكتب السماوية الأربع الفيسبوك لقد أكدت هذه الواقع مرة أخرى ولن نقول عنها نازلة معزولة أو أنها هفوة بسيطة هشاشة البناء الصحفي في المغرب فقد عممت غالبية المواقع الخبر في إنجرار أعمى مكشوف مستهلة خبرها بالجملة الجاهزة علمت مصادرنا المؤكدة في حين أنهم سقطوا في زلة من الكبائر الكبرى لكوبيكولي واتبعوا أهواء شيطان الفيسبوك وبيّن تضعف الإجتهاد الإعلامي والإنجرار فقط وراء تقفة البوز والسبق الفاشل الذي يجر الويلات والأنكى من ذلك عدم القدرة على الخروج بالاعتدار وتقديم التصويب اللازم في مثل هذه المصيبة الكبرى التي تقتل إنسانا لا زال على قيد الحياة وتجعل أناسا أقارب التي ارتكبت في حقهم جريبة القتل الصحفية في قاعد الدنيا يحزمون حقائبهم مفزوعين لحضور جنازة مرصومة فقط في أدهان المواقع التي تسمي نفسها كبرى ورائدة إن هذه الواقعة أبانت عن هشاشة حس المسؤولية عند بعض مسير المواقع والجرائد الإعلامية التي لا تكلف نفسها عن التأكد من طبيعة الخبر رغم أنه ليس بالعناء لأن العناء الحقيقي هو ما تم اختلاقه من ضجة وبلبلة ضرامية في نفسية التي أساءوا إليه أولا وعكروا صفوة نفسيته العليلة ودفعت بالمتتبعين إلى التشكيك في طبيعة المقالات التي تزفها يوميا بمقدمة علمة مصادرنا فإذا كانت مصادركم العليمة على مقاس هذه الجريمة الإعلامية فإن المستهلك المغربي قد تبت لديه أنه ضحية تهافت ذكاكين تجارة الخبر غير اليقين صحفة إكشوان وصراع النجوم فيما بينهم وأزليات الطلاق والزواج والخيانة أما واقع الأحداث المعاش فقد أصبح بين يدي فضاء مارك العجيب الذي عوض إبليس في تزين سوءة بعض الصحفيين والأشخاص وسكان الكرة الأرضية وأتباتوا أنهم عباد تدوينات صحفة التواصل الاجتماعي والتقاط السلعة بسداجة عالية من فئة خمسة نجوم دون تأكد منها المشاهد تيفي قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابنوا في لعشان يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تديروا جمع ترجمة نانسي قنقر